الأخ عامر يقول قبل أيام ذهبنا إلى مطعم وجالسين على طاولة وبجنبنا أكو طاولة فتاة وشاب فتاة وشاب يقول قاموا بعمل قبيح يعني قاموا بعمل قبيح أمامنا إحنا فيقول أنا راح أتكلمت بي صاحب المطعم أنه مطعمك محترم مطعمك كذا بس هالمناظر مو لطيفة يعني وإحنا في بلد وفي مسلمين وملتزمين وأهل لا إله إلا الله وهذه الطريقة شنو هذي يقول الشكر مني صاحب المطعم أشكرك على هذه الملاحظة وأنا راح أوجههم يقول هاي مو مشكلة المشكلة أصدقائي اللي يسمعوك ويتابعوك قالوا ما لداعي تروح تقول شنو دخلك بالموضوع شوفوا أخواني الكرام إذا هذه الفكرة أنه شنو داعي وإحنا شنو يخصنا وإحنا ما أن ندخل هذه في الواقع خلاف خلاف الواجب الشرعي أنا خلأ عدد لكم فروع الدين فروع الدين عشرة فروع الدين عشرة اللي رب العالمين طالبها من عدنا ما دمنا على قيد الحياة وما دمنا قادرين وما دمنا مكلفين تكليف شرعي الصلاة الصوم الزكاة الخمس الحج الأمر بالمعروف طبعا والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله هذه عشرة فروع الدين إذا واحد يريد يسوي مقطع ما هي الفروع الدين العشرة هي هذه عشرة فروع الدين الصلاة واجبة بلي أكو واحد ما يصلي إذا ما يصلي هذا إنسان فاسق هذا إنسان ما ملتزم الصوم واجب بلي يقدر واحد ما يصوم رمضان من كان بدون عذر هذا فاسق هذا إنسان غير ملتزم وعليه كفار وعليه كذا ويوم القيامة الله يعذبه واللي عند استطاعه ما يروح للحج يجوز لا يعبد يروح للحج ما دام أدى أمكانية وعنده كذا فالواجبات كلها مطلوبة مطلوبة من الواجبات النهي عن المنكر النهي عن المنكر واجب وما لازم إحنا في الواقع نعتبر النهي عن المنكر فتشيشنه هامشي لا لا نهي عن المنكر أمر معروف هذا أمراني مهماني في الشريعة الإسلامية إذا أقدر أنا أتكلم يا صاحب المطعم أن هذا الموقف المقزز هالحركة غير المؤدبة من قبل شباب طايشين أمام الملأ العام ما يستحون يساوون حركات ملطيفة أقول لأخي يعني نبههم مو صحيح عدنا عوائل عدنا بناتنا عدنا أولادنا دور قاعدين يساوون الحركة هاي شنو معناته هذا يسموه شنو الحق العام حق العام أن يكون الجو جو بعيد عن الرذيلة بعيد عن السقوط الأخلاقي بس روحوا بالبيت الشترين نسووا نسووا روحوا بالبيت يشرب خمر روحوا بالبيت كذا بس بالشارع بيدك الخمر تمشي هالشكل ما مسموح لأن أكو شيء اسمه شنو أكو شيء اسمه العفة العام والالتزام بالأخلاق العام والارتباط بحسب تعبيرنا الآداب العام فما يصير الإنسان يجي يخترق هالأمور يقول الله أنا حرية أنا يعجبني أمشي بالشارع وأشرب خمور يعجبني أمسك هاي الفتاة وما أدري شنو أسوي ما يصير فلابد أن أتحمل المسؤولية أمير مؤمنين عندك كلمة هواي جميلة أمير المؤمنين صلاة الله عليه عندك كلمة هواي جميلة إن تركتم اسمعوا إن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يولى عليكم شراركم إذا إحنا تركنا الأمر المعروف لا نحكي ولا نقول ولا نتحمل المسؤولية وما يخصني وما يخصني وما يخصني يولى علينا شرارنا ثم تدعون فلا يستجاب لكم يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم ليش؟ لأن إحنا اللي في الواقع كنا سبب لأن يتولى هؤلاء الأشرار علينا بتركنا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذا عملك جيد يا أخ عامر كل شيء صحيح اللي رحت نبهت لازم كنا إحنا ننبه حركة معينة أو كذا لازم ننبه أخي هذا مو لطيف هذا ميجوز حبيبي اتقي الله بل إذا كل واحد يقول ما يخصني ما يخصني ما يخصني ما يخصني إذن من اللي يخصه من واجب عليه يعني